مساء الخير مشاهدين أمطار رعدية غازيرة بحول الله مرتقبة خلال الساعات وحتى الأيام المقبلة إن شاء الله يارب تكون أمطار خير راح تميز أغلب المناطق الشمالية للبلاد بدون استثناء كذلك شمال الصحراء والجنوب الغربي بالمقارنة أو بالمقابل أقول يعني الأجواء راح تكون حارة درجة حرارة جد مرتفعة في عرح تميز أغلب المناطق الشمالية للبلاد خاصة بداية من يوم غد الخميس إلى غاية يوم السبتة على الأقل يعني تقص حار مع أجواء ماطرة مع تسجيل أمطار إن شاء الله تكون يارب تكون أمطار خير وفي هذا الإطار مشاهدين مصالح الأرصاد الجوية قامت ظهيرة اليوم بإصدار نشرية خاصة أكدت من خلالها على تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا وهذا بداية من الساعة الثانية بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا بكميات راح تروح إن شاء الله ما بين 20 إلى 40 ملمت وتكون هاتي الأمطار إن شاء الله مرفوقة بالتساقط لحبات البرد عبر كل من ولاية بيجايا جي جي سكيكدا عن نابا طارف فورج بوري جي سطيف ميلا قسنطينا قلمة أم البواقي وكذلك ولاية سوق هرس بالإضافة إلى ذلك هناك نشرية خاصة ثانية كذلك استردتها مصالح الأرصاد الجوية لظاهرة اليوم وأكدت من خلالها على التساقط أمطار رعدية غزرة ومعتبرة بكميات تتراوح كذلك ما بين 20 إلى 40 ملمتر محلي وتكون هذه الأمطار إن شاء الله مرفوقة بتساقط لحبات البرد وهذا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صباحة يوم غد الخميس إن شاء الله الولايات المعنية كل من ولاية نمسان نعمل بيض بشار وولاية ابن عباس إن شاء الله يعرفتكم أمطار خير مشاهدين بالإضافة إلى النشرية الخاصة هناك تنبيه كذلك من الدرجة الأولى حيث كذلك أكدت من خلاله مصالح الأرصاد الجوية على التساقط أمطار رعدية معتبرة محلي إن شاء الله وهذا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعة لتستمر أمطار إن شاء الله في التساقط إلى غاية فجر يوم غد الخميس عبر كل من ولاية الجزائر العاصمة تيبازة البوليدة بومرداس لمدية تيزيوزو خنشرة كذلك عين الدفلة أغوات لمسيلة باتنا تبسة وكذلك ولاية الجلفة يعني مشاهدين لاحظنا أغلب المناطق الشمالية راح تكون معنية أقول إن شاء الله لنهار اليوم بعد ظاهرة اليوم في حدود ساعة الثالثة بعد الزوال معنية بتساقط أمطار رعدية يعني تكون فوجائية تكون معتبرة محل في بعض المناطق إن شاء الله يتكون أمطار خير بكميات تصل أو تتعدى الأربعون ملمتر محليا التوقعات بالنسبة ليوم غد الخميس إلى غاية يوم السبت فيما يخص ساقط الأمطار خلال الفترة الصباحة والظاهرة راح تراكم صحب صفلة كثيفة ركامية النوع لتمدلنا أمطار غازيرة إن شاء الله ستكون حاضرة بعد ظاهرة يوم غد الخميس في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال ستكون الأمطار حاضرة إن شاء الله عبر كل من ولاية السعيدة سيد بالعباس تيارة مشرية أفلو جلفة كذلك أشلف البليدة المدية حتى على ولاية البويرة بجاية جيجل سطيف قسنطينة برج بوري رجباتنا وخنشرة بالنسبة لبساء يوم غد تستمر الأمطار في التساقط إلى غاية الساعة العاشرة ليلا من يوم غد الخميس إن شاء الله بالنسبة ليوم الجمعة اللحظة خلال الصباحة يعني اللون الرمادي سحب السفلة الكثيفة الروكامية النوع ستبقى دايما حاضرة خلال الصباحة وكذلك خلال الفترة الظاهرة بعد الظاهرة دائما يعني في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة الرابعة ستكون هناك أمطار رعدية حاضرة على أغلب المناطق الداخلية للبلاد وحتى المدن قرب ساحلية تكون معنية بتساقط الأمطار فيما يخص المناطق الجنوبية مشاهدين نلاحظوا الأمطار رعدية دائما حاضرة على الجنوب الغربي وشمال الصحراب يضبط على مدينة بشار بناء عباس تيندوف كذلك غردايا المنيعة وتيميمون إن شاء الله يارب تكون أمطار خير خلال الساعات القليلة المقبلة درجات الحرار إن شاء الله مشاهدين بداية من يوم غد الخميس إلى غاية يوم السبت بالنسبة لفترة الصباحة وحتى الفترة الليلية رح تكون درجة حرارة نوعا ما منخفظة تكون بين حوالي عشر درجات إلى غاية خمسة عشر درجات تسجل عبر مختلف المناطق الشمالية للبلاد فيما يخص المناطق الجنوبية رح تكون بحوالي لهم بين حوالي عشرين إلى غاية خمسة وعشرين درجات بجنوب البلاد أما بالنسبة لفترة الظاهرة نلاحظوا اللون الأحمر القاتم الذي يمين إلى السواد سيكون حاضر بالمناطق الشمالية مما يدل هذا اللون على أن الأجواء رح تكون حارة رح تكون درجة حارة نوعا ما نقولها قياسية تسجل يعني خاصة على أغلب المناطق الشمالية للبلاد تكون بين حوالي 30 إلى أدنى مقياس 30 درجة وأعلى مقياس حوالي 38 إلى 39 درجة إن شاء الله مرتقبة خلال يوم الخميس إلى غاية يوم السبت إن شاء الله ظهيرت يوم الخميس إلى غاية ظهيرة يوم السبت المقبل بحول الله فيما يخص المناطق الجنوبية أجواء دائما حارة خاصة على وسط الصحراء وكذلك الجنوب الغربي بـ 45 درجة كأعلى مقياس تحت الظل إن شاء الله ستسجل بالإضافة إلى كل ذلك مشاهدين بالنسبة لفترة صابحة وحتى الفترة الليلة نعود إليها تكون هناك نسبة رطوبة عالية ستخص أغلب المناطق الساحلية والقرب الساحلية تتعدى المئة في المئة إن شاء الله مشاهدين أمطار رعدية غزرة ومعتبرة محليا تكون حاضرة إن شاء الله نهار اليوم الأربعة بعد ظاهرة نهار اليوم الأربعة إلى غاية يوم السبت المقبل إن شاء الله ستتميز جل المناطق الشمالية للبلاد بدون استثناء بكاديمية ستكون متفاوية ما بين 20 إلى غاية 40 ملمتر محليا وكذلك في المقابل الأجواء ستكون حارة درجة حراجة مرتفعة ستتميز شمال البلاد مع نسبة رطوبة خلال فترة الصابحة تكون هذا نسبة رطوبة عالية ستخص أغلب سواحل الوطنية وحتى المدن القرب الساحلية بهذا مشاهدينا سليطي ورقة حوال التقس نعود الآن إلى أحلام استكمال بقية أخبار شكرا لك حصيبة على كل هذه التفاصيل المباشرة